اشتركوا في القناة لذلك فأنا ذاهب للسماء أنا أرتكب بعض الأعمال السيئة البسيطة ولكن أقوم بأعمال خيرة أكثر لذلك سأذهب للسماء الله لن يرسلني للجحيم لأني لا أتبع تعليم الكتاب المقدس ولكن الزمن مختلف فقط الأناس الأشرار جدا مثل المجرمين والقتل هم الذين سيذهبون للجحيم لو أي شخص بيسمع هذا التعليق شو رأيك في هذا الكلام اللي بيكتبه هذا الشخص بيكتب عن إخلاص السؤال الأول هل يسوع هو الطريق الوحيد للسماء؟ نعم بكل تأكيد لأن المسيح قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه فإذن الطريق إلى السماء هو عن طريق يسوع المسيح وفي يسوع المسيح لأنه مات على الصليب موت اختياري موت بديلي موت كفاري من أجلك ومن أجلي صار إلنا الثقة بالدخول إلى عرش النعمة صار إلنا الثقة بالدخول إلى الأقداس السموية نتكلم عن دخول السماء من خلال عمل يسوع من خلال دم يسوع المسيح الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا فعلى هذا الأساس الغفران الأبدي الغفران الأبوي الغفران العملي من خلال عمل يسوع المسيح وعلى أساس ما فعله يسوع بنال هذا الخلاص هذا الغفران والحياة الأبدية لأنه جربوا كل هاي الفرن كل هاي الرشدات اللي بيسأل أخوي كل هذه الوصفات جربت في العهد القديم وفي العهد الجديد وما زالت تجرب لكن للأسف بتفشل بقول أنا شخص صالح آسف الكتاب المقدس بقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطأوا فإذن أنت صالح يمكن لأخوك لأختك لأبن عمك لأبن خالتك صالح في عينين الماما الماما بتحبك ابن ما فيش مثله صالح في عينين الجران عندك أعمال حسنة أعمال كتير حلوة والله ما بينساها أوعك تفكر ربنا بينساها الله بيشوف كل كبيرة وكل صغيرة بس دعونا نحكي لك بصراحة موضوع السماء لا يعتقد على كم من الصلاح اللي موجود في حياتك يقول الكتاب لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد بعدين شو بيكمل بقول مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها يقول الرسول إلى طيتوس لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدر أحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس قال يسوع لنقديموس الحق الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت ينبغي أن تولدوا من فوق حتى تكون خليقة جديدة طبيعة جديدة إنسان جديد وعلى هذا الأساس أنت بتكون مقبول أمام الرب يقول اصنع أثمارا طليق بالتوبة الخلاص لازم يكون مترجم ومبرهن الله خلصنا لأعمال صالحة نحن لا نخلص بالأعمال لكن نخلص لأعمال فإذن في زي خط رفيع شو يعني الفرق أقول أنه أنا مؤمن وحياة العملية عم تثبت أنه عكس إيماني فلازم أعمالة برهن أن أنا فعلا إنسان مؤمن وصالح أمام الرب فهي ما زبطتش فيها حتى لو كنت صالح أمام المجتمع المقياس حبيبي ليس هذا المجتمع المقياس هو كمال الرب موسيقى 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 اشتركوا في القناة